أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرارا يقضي بحضر استيراد وإنتاج واستخدام أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد والتي تشكل خطرا مباشرا على البيئة والحياة الفطرية في البحرين هذا القرار والذي دخل اليوم حيث التنفيذ جاء بناء على دراسة شاملة قامت بإعدادها الوزارة في إطار خطة الحكومة المقرة لحماية البيئة من المنوثات والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية عبر تقييم الوضع داخل مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسة في المملكة البحرين كانت وما زالت تحرص على تبني حزمة من السياسات والمبادرات الرامية إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وغير القابلة للتحلل في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى العمل على تقليل إنتاج المخلفات البلاستيكية من خلال حظر تصنيع أو استيراد أو تداول عبوات وأكواب المياه والأكياس البلاستيكية وفي مرمى ما سبق تؤكد البحرين بقطاعيها العام والخاص وبتعاونهما معا جديتها دائما في حماية البيئة ومواردها والحفاظ على التنوع البيولوجي واضعة ذلك في مقدمة أولوياتها التنموية لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة استخدام وترشيد استهلاك الموارد والطاقة ووضع آليات تقييم وضوابط حازمة في كيفية التعامل مع المخلفات البلاستيكية أي كان نوعها لدراسة جدوى ذلك وأثره المباشر اقتصاديا وفي قرار حاسم صدر عن وزارة الصناعة والتجارة ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم وفي إطار خطة الحكومة لحماية البيئة من الملوثات والحد من انتشار المخلفات البلاستيكية تعلن البحرين وبشكل قاطع وبخطوط بيئية عريضة حظر انتاج واستخدام أكياس البلاستيك ذات الاستخدام الواحد التي تشكل خطرا على البيئة والحياة الفطرية في المنطقة هذا القرار البيئي الهام بانت تفاصيله بعد إعداد دراسة شاملة لحقيقة الوضع الذي يلازم مصانع الأكياس البلاستيكية والنقاط البيع الرئيسية وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين لتظهر الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية في حين أن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي مواصلة تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة لاستخدام والتي يزيد سمكها على 35 ميكرونا لتلويزيون البحرين محمد رشيدات